مجاع يزيد بن معاوية إلى المجلس إلى المسجد وأمر الخطيب أن يصعد المنبر وينال من علي والحسين بمحضر علي بن الحسين ففعل الخطيب ذلك فطاح علي بن الحسين ويلك أيها الخاطب اشتريت مرضات المخلوق بتخط الخالق فتبوى مقعدك من النار ثم قال علي بن الحسين ليزيد أتأذن لي حتى أفعد هذه الأعوات فأتكلم بكلام لله فيه رضا ولأولا الجلتا فيه أجر وثواف أبا يزيد فألح عليه النعاش فأذنى له بعد كلام يطول بيانه من جملته قال إنه إن صعد المنبر لا ينزل إلا بفضيحتي وفضيحة أهل أبي سفيان فقيل له وما قدر ما يحسن هذا فقال إنه من آل بيت قد زقوا العلم دقا قال فلم يزالوا به حتى أذنى له فصعد فقطت خطبة أبكى منها العيون وأوجل منها القلوب فقال سلام الله عليه الحمد لله الذي لا بداية له والدائم الذي لا نفاد له والأول الذي لا أولى لأوليته والآخر الذي لا آخرية له والباقي بعد فناء الخلق قدر الليالي والأيام وقتم فيما بينهم الأقسام فتبارك الله الملك العلام أيها الناس حذركم من الدنيا وما فيها فإنها دار زوال وانتقال تنتقل بآلئة من حال إلى حال قد أفنت القرون الماضية والأمم الخالية الذين كانوا أطول منكم أعمارا وأكثر منكم آثارا أفنتهم أيدي الزمان واحتوت عليهم الأفاعي والديدان أفنتهم الدنيا فكأنهم ما كانوا لها أهلا ولا سكانا أكلت تراب لحومهم وبدد أوصالهم أفتطمعون بالبقاء بعدهم هيئات لابد لكم من اللحوق بهم فتداركوا ما بقي من أعماركم بصالح الأعمال فكأني بكم وقد نقلتم من قصوركم إلى خبوركم فرقين غير مسرورين فكم من فرح قد استكملت عليه الحسرات حيث لا يقال نادم ولا يغاس ظالم ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا فهم في منازل البلوى همود وفي عتاكر الموتى خمود ينتظرون صيحة القيامة وحلول يوم الطام ليجزى الذين أتاءوا السوء وليجزى الذين أحسنوا بالحسنى أيها الناس أعطينا ستا وفضنا بسب أعطينا العلم والحلم والسماحة والفطاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين وفضنا بأن منا النبي المختار ومنا الصديق ومنا الطيار ومنا أسد الله وأسد رسوله ومنا سيدة النساء ومنا سبطى هذه الأمة ومنا مهديها أيها الناس من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني أن باتوا بحتبي ونسبي أنا ابن مكة ومنا أنا ابن زمزم والصفا أنا ابن من حمل الركن بأطراف الردى أنا ابن خير من اعتذر وارتدى أنا ابن من حمل على البراق فلاوى أنا ابن من أسعي به من المسجد الحرام إلى المسجد الأخصى أنا ابن من بلغ به جبرئين إلى سدرة المنتى أنا ابن من دنى فتدلى فكان قاب قوسا أو أدنى أنا ابن من صلى بملائكة السماء مثنى أنا ابن من أوحى إليه الجليل ما أوحى أنا ابن محمد المصطفى أنا ابن علي المرتضى أنا ابن من ضرب خراطيم الخلق حتى قالوا لا إله إلا الله أنا ابن من ضرب بين يدي رسول الله بسيفان وطعنا برمحان وأجر الهجرتين وبايع البيعتين وقاتل ببدر وحنين ولم يكفر بالله طرفة عين أنا ابن صالح المؤمنين ووارث النبيين وقامع الملحدين ويعسوا بالمسلمين ونور المجاهدين وتاج البكائين وزين العابدين وأصبر الصابرين وأفضل القائمين من آلياتين رسول رب العالمين أنا ابن المؤيد بجبرئيل المنصور بميكائيل أنا ابن المحامي عن حرم المسلمين وقاتل الناكثين والخاسطين والمارقين والمجاهد أعدائه الناصبين وأفخر من مشى من قريش أجمعين وأول من أجاب واستجاب لله ولرسوله من المؤمنين وأول السابقين وقاصم المعتدين ومبيد المشركين وسام من مرام الله على المنافقين ولسان حكمة العابدين وناصر دين الله وولي أمر الله وبستان حكمة الله وعيبة علم سمح سخي بي بهلول ذكي أبطحي رضي مقدام همام صابر صوام معذب قوام قاطع الأصلاب ومفرق الأحزاب أربطهم عنانا وأثبتهم جنانا وأمضاهم عزيمة وأشدهم شكيمة أسد باسل يطحنهم في الحروب إذا ازدلفت الأسن واختربت الأعن طحن الرحى ويذرهم فيها ذر والريح الهشيم ليس الحجاد وكبش العراق مكي مدني خيفي عقبي شجري مواجري من العربي سيدها ومن الوغى ليسها وارث المشعرين وأبو السبطين الحسني والحسين ذاك جدي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أنا بن عديمات العيوب أنا بن نخيات الجيوب أنا بن خديجة الكبرى أنا بن فاطمة الزارة أنا بن سيدة النساء ثم أبكى العيون بهذه الكلمات فقال أنا بن المذبوح بكربلة أنا بن من رأسه على السنان يهدى أنا بن من حرمه من كربلة إلى الشام تسبى فلم يزل يقول أنا أنا حتى ضج الناس بالبكاء والعوي فخاف يزيد من وقوع الفتنة فقال للمؤذن أذن ليخطع عليه كلامه فلما قال المؤذن الله أكبر قال الإمام زين العابدين كبرت كبيرا لا يقات ولا شيء أكبر من الله فلما قال المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله قال زين العابدين شهد بها شعري وبشري ولحمي ودمي وعرمي وجندي ومخي فلما قال المؤذن أشهد أن محمد الرسول الله التفت إليه زين العابدين وهو بعد على المنبر وقال يزيد محمد هذا جدي أم جدك فإن دعمت أنه جدك فقد كذبت وكفرت وأثمت وإن دعمت أنه جدي فلما قتلت ذريتك وسبيت نساء فنزل الإمام زين العابدين من على المنبر هذا وقد تفرق من كان في المسجد والففو حول الإمام زين العابدين يقول المنهال فجئت إلى مسلما عليه فقلت له سيدي ابن رسول الله كيف أمسيه قال أمسيناك مثل بني إسرائيل في أعلي فرعون يذبحون أبناءهم ويستحيون نساءهم أمست العرب تفتخر على العجم بأن محمدا منها وأمست قريش تفتخر على أسائر العرب بأن محمدا منها وأمسينا معشر أهل بيته مقتولين مشردين فإنا لله وإنا إليه راجعون تفتخر على أسائر العرب تفتخر على أسائر العرب تفتخر على أسائر العرب